اشتركوا في القناة سلام زماننا الحجة بن الحسن سلام على شيعته ومنتظره سلام عليكم ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين الحلقة السادسة والخمسون اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراغ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا هو الجزء السابع وثلاثون من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية المذهب الطوسي لازلت أحدثكم تحت عنوان كينونة دين العترة الطاهرة وهذا هو القسم الخامس حدثتكم في الأقسام الثلاثة في القسم الأول والثاني والثالث عن كينونة دين العترة الطاهرة وفقا للحكمة المعروفة وللمنطق المعروف من أن الأشياء تستبين من خلال بيان أضادها في الحلقة الماضية والتي تشكل القسم الرابع من هذا العنوان من عنواني كينونة دين العترة الطاهرة حدثتكم في الحلقة الماضية كيف أن المذهب الطوسية 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 الضال الوسخ حول أصل الأصول إلى نقطة لقيمة لها ليست ضرورية في حاشية الدين الله سبحانه وتعالى في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يخاطب سيد الكائنات ويقول له وإن لم تفعل فما بلغت رسالته حيث جعل الرسالة بكل توحيدها وبكل نبوتها وبكل قرآنها وبكل حقائقها في ظواهرها وبواطنها في كل تفاصيلها جعلها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الطوسيون السفهاء من مراجع حوزة النجف حولوا أصل الأصول إلى نقطة لا قيمة لها جعلوها في حاشية الدين وقد عرضت بين أيديكم ما جاء في الموقع الألكتروني الرسمي للسيستاني نفسه من هراء قوله وخرائه ثم عرضت ما جاء في كتب المرجعية السيستانية كالكتاب الذي تتبناه المرجعية السيستانية منهجا عقائديا والذي ألفه ابن السيستاني محمد باقر الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين عقيدة هي دون عقيدة الأشاعرة في الضلال والسخف والسفاها وعرضت ما جاء على لسانه وعرضت ما جاء في كتاب محمد رضا السيستاني في شرحه لمناسك الحج حيث يجعل الولاية لمحمد وآل محمد فرعا من الفروع بل يقدم سائر الفروع عليها وانتقلت إلى المراجع في منظومة السفاهة السيستانية إنهم المراجع الذين انتخبهم في المجموعة الرباعية الذين يطلق عليهم الأربعة الكبار ملخ الأربعة الكبار وقرأت عليكم وعرضت عليكم ضلالهم الواضح بعد ذلك عرضت ما عرضت من ضلال الوائلي الذي هو الناطق الرسمي العقائدي للمرجعية السيستانية الطوسية البترية المرجعية السفيها وانتقلت بعد ذلك إلى الخوع الذي هو أصل كل هذا الهراء والخراء الكلام هو هو لقد حولوا أصل الأصول بحسب ما يريد الله إلى نقطة ليست ضرورية في حاشية الدين ولقد تلاشى الدين تلاشيا في ساحتهم فليس لهم أي حظ من دين العترة الطاهرة لقد ذهبوا يتراكضون وراء دين سقيفة بني ساعدة فأسس لهم الطوسي المذهب الخامس لكنهم يضحكون على عوام الشيعة من أن مذهبهم هذا هو مذهب أهل البيت ولذا هم دائما يدافعون عن المذهب من طيح الله حظكم وحظ هذا المذهب أهل البيت ليس لهم من مذهب أهل البيت هم أصحاب الدين هناك دين واحد ارتضاه الله ورضيت لكم الإسلام دينا هذا هو دين أهل البيت دين بيعة الغدير فليس هناك من مذهب المذهب اختلق ها الناس الناس أحرار فيما يختلقون وطوسي كذلك التحق بهم إنه مذهب خامس كالمذاهب العباسية الأربعة هذه الحقيقة المقشرة من دون مجاملات ومن دون رتوش وقرأت عليكم أيضا ما تبناه محمد باقر الصدر في بحوث في شرح العروة الوثقة هذا هو الجزء الثالث إنها طبعة مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر الطبعة الأولى ألف أربعمية وتسعة وعشرين هجر قمري قم المقدسة في صفحة السادسة والتسعين بعد الثلاثمائة الهراء هو الهراء والخراء هو الخراء أن المراد بالضروري بضروري الدين أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف إن كان هو نفس إمامة أهل البيت فمن الجلي إنه جلي في ساحة الضلال إنه جلي في ساحة السفاهة فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة هي ضرورة عند الله أو ليست بضرورة حينما يقول سبحانه وتعالى في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه ضرورة عند الله أو ما هي بضرورة إذا كانت ضرورة في دين الله وكانت ضرورة في كلام الله فما علاقتنا بمجموعة من البدو الجاهليين الذين أنكروا ما علاقتنا بين عودوا إلى ماضيهم في قريش حينما كانوا في مكة المأبون منهم وابن العواهر ابن العاهرة هذا هو تأريخهم تأريخهم ما بين مأبون وابن عاهرة وقواد كان يعمل في الجاهلية صحيح أن الإسلام يجب ما قبله ونحن نعتقد بهذا بس شن سوي لهم أبو عاد ما يبطل عاد ذول بيهم سولة سولة بالتعبير الشعب العراقي يعني عاد مستديمة أبو سولة ما يبطل سولة فهل ما هو نفس إمامتي أحلي البيت فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة ولو سلم بلوغها حدوثا في بداية الأمر تلك الدرجة فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض أي منطق هذا وأي حديث هذا وجود الله ضرورة أو ليس بضرورة كثرة كثرة الإلحاد في زماننا مكتبة عظيمة للفكر الإلحادي العلوم المعاصرة توفر وتوظف وتعرض بين أيدي الناس لإنكار وجود الله فإذا مكتنف الغموض بسبب هذه العوامل عقيدة وجود الله لا يصبح وجود الله ضروريا أيه رائن هذا أيه رائن هذا يا أيها المراجع أطوسيون الأغبياء الثولان أيه رائن هذا الذي يحدد الضرورية من الضروري هو الذي نصبه رسول الله رسول الله هو الذي نصب علي من بعده ونصب الأئمة من بعد علي هؤلاء هم الذين يحددون الضرورية من غير الضروري نحن لا نعود إلى أولئك البدو الأجلاف كي يحدد لنا الضرورية من دين الله القرآن هو الذي يحدد القرآن حدد الضرورية الأول في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا رسول الله يا رسول الله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا هو الضروري بحسب القرآن وتفسير هذا بحسب العترة الطاهرة التي أمرنا أن نتمسك بها مع قرآنه وإلا فنحن ذاهبون إلى الضلال ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا وهذا الحديث صحيح عند المخالفين عند القدماء صححه وعند المحصري حتى الألباني صححه وغير الألباني صححه صحيح عند قدمائه وصحيح عند معاصرين حديث الكتاب والعترة فالعترة هي التي تشخص الضرورية من الدين لأن نذهب إلى من كان مأبونا في الجاهلية وبقي بعد الجاهلية مأبونا من كان ابن عاهرة في الجاهلية وبقي على نفس أخلاقه بقي ابن عاهرة من كان قوادا في الجاهلية وبقي بنفس العقل وبنفس المذاقي وبنفس الفطرة بفطرة القوادي هؤلاء لا يشخصون لنا الضرورية من غير الضروري الذين يشخصون الضرورية من غير الضروري هم أصحاب آية التطهير هؤلاء هم الذين يشخصون الضرورية من غير الضروري أصحاب آية التطهير يقولون بهذا الضلال الذي يقول به الخوئي ومحمد باقر الصاد والسيستاني وإسحاق الفياط وسعيد الحكيم وبشير النجفي إلى بقية السلسلة من مراجع الضلال والسفاهة والسخف ما هذه كتبهم أنا ما جئت بشيء من عندي أنا عرضت بين أيديكم قرآن العترة وحديثها وعرضت ما جاء في كتب الطوسيين من كبار مراجعهم وما قرأت بالواسطة قرأت من كتبهم بشكل مباشر مثل ما أقرأ الآن عليكم من كتاب محمد باقر الصدر ما جئت بشيء من عندي ولا جئت بشيء من الوهابيين مثلا أو من الخوارج مثلا ولا جئت بشيء من شخصية ليست مقدسة عند الطوسيين ما هؤلاء هم مراجعكم المقدسون عندكم يا أيها الطوسيون يا حمير المراجع أتحفوهم 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 بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسماء واحد قال لي أنا شنو مستعجب أنا شنو مستعجب قلت لنا أخر بابا ما توصل النوبة إليها قال توصل أطمئنن تركبهم يعني بش إش يعلم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأحلام أتحفو خمسة قال لي مستعجب مستعجب تركب يعني خلافة أغميشيني في مراجع خلافة أغميشيني جيمي تبقوا لهم وكان حالة أسماء فقوش ديخ عرفيخ فقوش ونص عباط كنا على وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عربة قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومش نعم معلم إجمالي هذا هو واقع الشيعة لا هو واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة سلاما سلاما يا أيها الديخيون سلاما سلاما يا حميرة المراجع الطفسيين سلاما الكتاب الكتاب الذي بين يدي الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت الرسالة العملية لمحمد باقر الصدر العنوان عنوان خاطئ أهل البيت ما عندهم مذهب يفترض أن يقول الفتاوى الواضحة وفقا للمذهب الطوسي محمد باقر الصدر رمز من رموز الطوسيين القطبيين وزاد عليها قطبية زاد على الطوسية القذرة قطبية نجسة الفتاوى الواضحة وفقا للمذهب الطوسي القذر القطبي النجس الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات في مقدمة الفتاوى الواضحة في الحقيقة هي هذه الفساوى الفاضحة لأنه حينما يتحدث عن رسول الله يتحدث بطريقة هزيلة أقرأ عليكم شيئا مما قاله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان شخص النبي يمثل الحالة الاعتيادية إنني أقرأ من الصفحة الخامسة والستين من الطبعة التي أشرت إليها إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان ألف وتسعمائة واثنين وتسعين ميلادي من الصفحة الخامسة والستين وكان شخص النبي يمثل الحالة الاعتيادية من هذه الناحية من ناحية أنه لا يحسن القراءة والكتابة سيستمر في هرائه وخرائه هذا والخراء مديح أتعلمون لماذا لأن أحاديث المعصومين صرحت وبعبارات واضحة وبكلمات بينة من أن الذي يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وآله لا يحسن القراءة والكتابة كذاب لعنة الله عليه إمامنا الباقر كذبه ولعنه وإمامنا الجواد كذلك كذبه ولعنه لست أنا الروايات في مصادرنا القديمة علل الشرائع لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة ليس عندي من وقت كي أقرأ النصوص من المصدر بإمكانكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة فلقد بصدت القول في هذا الموضوع بسطا واضحا واسعة وبالمصادر والأدلة البينا هكذا يقول محمد باقر الصدر وكان شخص النبي يمثل الحالة الاعتيادية من هذه الناحية فلم يكن قبل البعثة يقرأ ويكتب ولم يتلقى أي تعليم منظم أو غير منظم ويستمر في كلامه ويتحدث عن أن ثقافة رسول الله صلى الله عليه وآله ما كانت بمستوى ثقافة قومه لم يكن مشاركا معهم هكذا يقول بل نلاحظ أن النبي لم يساهم قبل البعثة حتى في ألوان النشاط الثقافي الذي كان شائعا في قومه من شعر وخطابه ولم يؤثر عنه أي تميز عن أبناء قومه إلا في التزاماته الخلقية وأمانته ونزاهته وصدقه وعفته فلم يكن حتى بمستوى ثقافة عصره أي ثقافة كانت في عصره وكان النبي دون تلك الثقافة هذا هو الذي يتحدث عنه محمد باقر الصدق عودوا عودوا إلى مقدمة الفتاوى الواضحة وقرأوا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء من هذه القباحات والقذارات اقرأ صفحة 65 66 67 إلى أن يقول وقد جاء كل ذلك يعني القرآن وقد جاء كل ذلك على يد إنسان أمي في مجتمع وثني هذه معجزة النبي مطلح الله عظكم على هذا الدين الأئمة يقولون عن هؤلاء كذابون ملعونون لعنهم الله لست أنا الإمام الباقر هو الذي يقول من أن الذي يعتقد من أن محمد صلى الله عليه وآله لا يحسن القراءة والكتاب كذاب ملعون فما بانكم بالذي يتحدث بهذه الطريقة البشعة السيئة عن رسول الله هذه العقائد التي يريد لمقلديه أن يتبنوها ما هي أصول الدين في الفتاوى الواضحة أصول الدين ثلاثة إذن ما هي بأصول خمسة فهذا الذي تعلمتم من أن أصول الدين خمسة هذه لعبة مرة يقولون لكم أصول الدين خمسة وأخرى يقولون لكم لا ثلاثة من أصول الدين وإثنان من أصول المذهب وأخرى يقولون لكم لا إن أصول الدين ثلاثة وبطريقة أسوأ من الأشاعرة مثل ما يتبنى السيستانيون ذلك وبينت لكم ذلك من خلال كتاب الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين التوحيد المعاد الرسالة هكذا نظمها محمد باقر السيستاني وتبنتها المرجعية السيستانية السفيهة إنها منظومة أسوأ من منظومة الأشاعرة النواصط وها هو محمد باقر الصدر ينظم لكم منظومة أخرى بحسب سيد قط هذه منظومة العقائد بحسب سيد قط في تفسيره في ظلال القرآن أصول الدين عند سيد قط هي هذه المرسل والرسول والرسالة هي هي نفسها أصول الدين عند محمد باقر الصدر وليس في كتاب مثلا للمناقشة الفكرية وإنما في الرسالة العملية في مقدمة الرسالة العملية ذكر لمقلدي أن أصول الدين ثلاثة المرسل الرسول الرسالة بحسب المنهج القطبي النجس هذه هي الرسالة العملية لمحمد باقر الصدر أنا لا أكذب عليه هذا هو دينكم من طيح الله عظكم وعظ دينكم هذا هو دينكم هذا هو دينكم الذي تريدون قتلي لأجل أن أريد أن أصلحه لكم هو هذا دينكم طيح الله عظكم وعظ دينكم الرسالة في الصفحة السابعة والسبعين يقول وللرسالة الإسلامية خصائصها التي تميزها عن سائر رسالات السماء ثم يبدأ يعدد خصائص هذه الرسالة أولا إن هذه الرسالة ظلت سليمة ضمن النص القرآني دون أن تتعرض لأي تحريف هو هذا التحريف هو هذا التحريف متى اهتزمتم بالنص القرآني النص القرآني واضح في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا هو الضروري الأعظم إنه أصل الأصول في ديننا فإن الله جعل الرسالة بتوحيدها ونبوتها وقرآنها وسائر تفاصيلها تساوي صفرا من دون باعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا هو الذي أنت فيه يا محمد باقر الصدر هو هذا التحريف للنص القرآني إن هذه الرسالة ظلت سليمة ضمن النص القرآني دون أن تتعرض لأي تحريف ثم يستمر في هذا الهراء ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا إلى أن يصل إلى النقطة التاسعة وكل النقاط التي مرت لا قيمة لها وصل إلى النقطة التاسعة وقد اقتضت الحكمة الربانية التي ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله أن تعد له أوصية يقومون بأعباء الإمامة والخلافة بعد اختتام النبوة وهم إثنى عشر إماما قد جاء النص على عددهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر الكلام فهذه خصيصة من خصائص الرسالة ضمن هذا الهراء الذي تحدث عنه فيما سأله الخصيصة العاشرة هناك فقهاء مشتهدون يعني أن وجود الفقهاء المشتهدين خصيصة كوجود الأئمة المعصومين هذه هي رسالة أحمد باقر الصدر أين هذا من قوله سبحانه وتعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هؤلاء نقضوا بيعة الغدير حينما أقول لكم من أن العمل برسائلهم العملية نقض لبيعة الغدير هو هذا الذي أقصده كل حرف في هذه الرسالة وليس في هذه الرسالة فقط في كل الرسائل العملية لمراجع حوزة النجف من الأموات والأحياء أو من الذين يقفون في الصف بانتظار موت السيستاني كل الرسائل العملية كل حرف فيها ناقض لبيعة الغدير لأنهم يصدرون الفتاوى وهم على هذه المعتقدات هذه معتقدات باطلة فكيف نتصور أن الفقيه سيكون مسددا في فتاواه وهو ناقض لبيعة الغدير في أصل عقيدته فضلا عن أنهم يتبعون المنهج المناقض لمنهج العترة في الاستنباط يتبعون المنهج الشافعي وقد حدثتكم في الحلقات الماضية حينما كنت أحدثكم عن معالم المذهب الطوسي من أن أحد معالمه هو استبدال المنهج الاستنباطي للعترة الطاهرة بالمنهج الاستنباطي للأحكام والفتاوى والعقائد والتفسير للشافعي وكذلك ما أخذوه عن المعتزلة هؤلاء هم الطوسيون يحولون أصل الأصول إلى نقطة صغيرة في حاشية الدين فأي دين هذا الذي يدينون به دين العترة الطاهرة مبني على بيعة الغدير دين العترة الطاهرة روحه بيعة الغدير روحه الإمامة العلوية والولاية العلوية حقيقته كينونته هنا بينما هؤلاء يجعلون أصل الأصول نقطة ليست ضرورية في حاشية الدين لقد انهار الدين عندهم ومن هنا استبدلوا دين العترة بالمذهب الطوسي القذر هذه هي الحقيقة من الآخر ربما الكثيرون منهم والذين ماتوا لا يعرفون هذه الحقيقة لأنهم حمير 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 وأنتم أصبحتم حميرا عند الحمير أجدادنا وأباؤنا صاروا حميرا عند أولئك الحمير الذين كانوا في زمانهم ونحن أصبحنا حميرا عند هؤلاء الحمير في زماننا المراجع حمير الشيطان والشيعة حمير المراجع هذا هو الواقع الشيعي بعبارة وجيزة مختصرة مراجع الشيعة أتحدث عن الشيعة الطوسيين ما هم بشيعة العترة فالعترة الطاهرة بريئون من هؤلاء المراجع الطوسيون حمير الشيطان وشيعتهم حميرهم حمير المراجع خلاصة وجيزة تصف الواقع الشيعية المعاصر نذهب إلى فاصل يا فاطمة شفين أنتقل بكم إلى نقطة أخرى تخبرنا عن سفاهة المذهب الطوسي وعن ضلاله البعيد جدا المذهب الطوسي ليس على التوحيد ما أنا الذي أقول وحق الزهراء البتول ما أنا الذي أقول أنا لا أحكم على الناس أنا أطبق حديث العترة على الواقع ولا أطبق أي حديث إنني أطبق المحكم من حديثهم إنني أطبق الحديث الذي أقطع بأنه صادر منهم هذا هو الذي أفعله ولا أفعل شيئا غير هذا هذا هو ديني وهذه هي عقيدتي إذن مر علينا أن المذهب الطوسي يحول أصل الأصول في الدين إنها الإمامة والولاية إلى نقطة في حاشية الدين وبهذا ما بقي عندهم من دين ما بقي عندهم إلا الهراء والخراء كتبهم دالة على ذلك عقائدهم تصرع بذلك هذا ما هو كلامي لا أتهم أحدا كما قلت لكم أعرض بين أيديكم حديث العترة وأقوال الطوسيين وعقائدهم الضالة السخيفة السفيعة هذا هو الذي أقوم به ولا أقوم بشيء آخر الطوسيون السفهاء تركوا توحيد العترة وذهبوا إلى توحيد المعتزلة ولذا فهم مشركون أو كافرون بحسب فتوى إمامنا الرضا وسأقرأها عليكم إمامنا الكاظم ماذا يقول إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف إنه الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الحادية والثلاثين بعد المئة إنه الحديث الثالث من باب عنوانه باب الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل بحسب توحيد العترة الطاهرة فإن الإرادة ليست من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى هناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية بحسب توحيد العترة الطاهرة الإرادة ليست من الصفات الذاتية ليست من الصفات الثبوتية كما يقع في إصطلاح المتكلمين الذين هم علماء علم الكلام وعلم الكلام علم نهصبي لا شأن لنا به لكن المذهب الطوسي يأخذ عقائده من علم الكلام ووفقا لمناهج علم الكلام علم الكلام في ثقافة العترة للجدل مع المخالفين فقط فإننا نجادلهم بعلم الكلام لكننا لا نأخذ عقائدنا وفقا لمنهج علم الكلام فإنه علم ضلال علم ضلال وعلم تيه مراجع المذهب الطوسي يأخذون عقائدهم من منهج علم الكلام ولذا ضلوا وتاهوا بعيدا فآل محمد مشرقون والطوسيون مغربون مغربون إلى خرائهم ألا لعنة الله على دينهم ومذبهم الإرادة من صفات الأفعال في توحيد العترة الطاهرة الحديث الثالث عن إمامنا الكاظمي صلوات الله عليه الكليني بسنده عن صفوان بن يحيا قال قلت لأب الحسن إنه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق فقال الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل الضمير يعني النية يعني العزمة ما هو مضمر في داخلنا صفوان بن يحيا يقول قلت لأب الحسن لإمامنا الكاظم أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق فقال الإرادة من الخلق مني ومنكم الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك إحداثه فعله فإرادته إحداثه فعله فإرادته إحداثه إحداثه لا غير ذلك لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر هذه صفاتي أنا هذه صفات المخلوق الذي يتروى ويهم بالآمر ثم بعد ذلك يعرض ويتفكر هذه صفات المخلوق ما هي بصفات الله سبحانه وتعالى وأما من الله تعالى الإرادة من فإرادته إحداثه فعله لا غير ذلك لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر وهذه الصفات منفية عنه وهي صفات الخلق فإرادة الله الفعل لا غير ذلك يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك كما أنه لا كيف له سبحانه وتعالى هل هناك من جواب لهذا السؤال كيف هو الله لا يوجد جواب لهذا السؤال فهو لا كيف له ولا كيف لذلك ولا كيف لإرادته فإرادته فعله فإرادة الله الفعل لا غير ذلك يقول له كن فيكون هذا القول بلا لفظ بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك إرادته فإرادته فعله فالإرادة من صفات الأفعال هذا حديث إمامنا الكاظم ماذا يعني أن الذي يجعلها من صفات الذات سيكون مشركة تقولون كيف ذلك لأن صفات الأفعال زائدة على الذات فإذا جعلنا شيئا زائدا على الذات جعلنا الذات مركبة وحينما تكون الذات مركبة هذا يعني أن المركبة يحتاج إلى أجزائه وهذا هو الشرك بعينه فإننا جعلنا الله محتاجا تفهمون هذا أولا هذا هو توحيد العترة في الصفات قطعا بحسبنا نحن لا نعرف الله التوحيد فكرة عن الله نأخذها منهم من أئمتنا صلوات الله عليهم من أنا حتى أعرف الله أنا أؤمن بوجوده فطرتي تقر بذلك أنا أؤمن بوجوده وجودي دال على وجوده بحسب عقلي الناقص بحسب عقلي الناقص وإلا فإن الله لا يحتاج إلى دليل متى غبت يا إلهي متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار أنا وغير هي التي توصل إليك عميت عين لا تراك عليها رقيبة هذه كلمات الحسين هذه ما هي بكلمات أي كائن من الكائنات هذه كلمات الحسين ليس لأجله لأجلي وأجلكم الحسين حينما يتكلم مع الله لا يتكلم هكذا يتكلم بالطريقة الحسينية التي يعرفها هو ويعرفها الله لكنه يعلمني يعلمني ويعلمكم كي نتكلم مع الله هكذا بحسبنا متى غبت يا إلهي حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الأثار هي التي توصل إليك عميت عين لا تراك عليها رقيبة وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبة هذا منطق العترة الطاهرة وهذا توحيد خلاصة القول الإرادة من صفات الأفعال فهي زائدة على الذات لا علاقة لها بالذات إنها من آثار الذات إذا جعلناها من صفات الذات جعلنا الله مركبا وهذا هو الشرك بعينه كلام إمامنا الكاظم واضح فإرادة الله الفعل لا غير ذلك يقول له كون فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك كل هذا لا كيف له كما أنه سبحانه وتعالى تقدس شأنه وتعظم كما أنه لا كيف له إنني أقرأ عليكم من الكهف أهم مصادرنا في عقيدة التوحيد بحسب العترة الكافي المصدر الآخر توحيد الصدوق هذان المصدران هما من أهم مصادرنا القديمة في معرفة التوحيد وفقا لدين العترة الطاهرة التوحيد للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمان للهجرة الكافي للكلين المتوفى سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين للهجرة هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة إنه الباب الخامس والخمسون باب المشيئة والإرادة في الصفحة التاسعة والعشرين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الخامس بسنده بسند الصدوق عن سليمان بن جعفر الجعفري قال قال الرضا صلوات الله عليه إمامنا الثامن وولينا الضامن أنيس النفوس وشمس الشموس إمامنا الرضا هو الذي يقول المشيئة والإرادة من صفات الأفعال كلام صريح ثم ماذا يقول فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا يعني أنه حول صفة الإرادة إلى صفة ذاتية فليس بموحد هذه فتوى من الإمام الرضا وليس من مراجعكم الثولان في النجا ليس بموحد إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مشركا أنا أخذت المعنى الأقل فتحدثت عن الشر وإلا فليس بموحد قد يكون كافرا لماذا لأنه قد نقض بيعة الغدير لم يأخذ التوحيد من الأمير أن ناقض لبيعة الغدير مواثيق بيعة الغدير أن نأخذ التفسير من علي فقط وأن نأخذ الفهم في ديننا من علي فقط هذا علي يفهمكم بعدي على هذا بايعنا الذي يخالف هذا ينقض بيعة الغدير بصريح الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة بصريح الآية ناقض بيعة الغدير كافر كافر تلاحظون أن أحاديث العترة مع قرآنه مع أدعيته مع زياراتهم تشكل منظومة متسقة في أبعادها متناسقة في مفاهيمها جميلة في تعابيرها إنها لوحة دينية عقائدية متكاملة هذا هو منهج المعاريض لن تصبحوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا لا شأن لنا بقذارات سقيفة بني ساعد ولا شأن لنا بقذارات سقيفة بني طوس أما إن الدين كل الدين هنا 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 في قرآنه المفسري بتفسيرهم وفي هذه الأحاديث الذهب من هذه الكتب الذهب من هؤلاء الرواة الذهب الذين يخبروننا عن الأئمة عن الأئمة عن سادة الوجود الذين هم صناع وخالق معادن الذهب إنه ذهب في ذهب فأين هذا من خراء الطوسيين أين هذا أين هذا الذهب الذهب الإبريز المصفة أين هذا الذهب الإبريز المصفة أين هذا العسجد من خذارات الطوسيين أين هذا العسجد الأحمر المتلألئ من خذارات وخراء المراجع الطوسيين إمامنا الرضا هو الذي يقول المشيئة والإرادة من صفات الأفعال من صفات أفعال الله فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا أن حول صفة الإرادة إلى صفة ذاتية فليس بموحد لماذا لأنه قد جعل الذات الإلهية مركبة ما بين صفات الذات وصفات الأفعال فصفات الأفعال زائدة على الذات بحسب توحيد العترة الطاهرة ثولان النجف ماذا يقولون ثولان النجف يقولون لكم في كل كتبه في رسائلهم العملية في منهجهم الحوزوي من أن الإرادة من صفات الذات وأنتم تعتقدون بذلك هنيئا لكم بعقائد الشرك هذه أئمتكم هكذا يقولون ومراجع الضلال في النجف الخوئ على هذه العقيدة محمد باقر الصدر على هذه العقيدة السيستان على هذه العقيدة إصحاق الفياض على هذه العقيدة سعيد الحكيم على هذه العقيدة بشير النجف على هذه العقيدة محمد الشيراز على هذه العقيدة صادق الشيراز على هذه العقيدة سائر مراجع النجف وكربلاء على عقيدة الشرك هذا ما أنا الذي أقول من أنهم مشركون هذا إمامنا الرضا كذبوني 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 ولو بحرف واحد كذبوني أنني قلت من أن الإمام الرضا لم يقل هذا الكلام وكذبوني من أنني حين قلت من أن حوزة النجف على عقيدة الشرك كذبوني سأعرض كتبهم هذه كتب الحوزة التي تدرس في حوزة النجف وكربلاء وإلى هذه الثانية إنها كتب الضلال كتب الشرك وجه رسالتي إلى طلاب الحوزة في النجف وكربلاء أنتم تدرسون الشرك عقيدة التوحيد هذه عند أئمتكم تعرفون أو لا تعرفون من أين تعرفون وأنتم حمير عند حمير الشيطان الكبار نذهب إلى فاصل باسمك يا علي رب راب لي واني طبين الغري طبين الغري وعلى أن نصر ما عشي بضرب رسالة يمين علمك علم تاني على العين يا أمير النحل حبكم طوب وبجيد الموالي أنصاغ من تبر الولاية الصافي وبالثمن غالي وإحنا لباسة الطوق وبالولاية ما نغالي ومن شرح باللوح القلم حبكم فريض على العمام بتقسيم الأرزاق القسم خل على رباب المعالي خل على رباب المعالي شدينا الوسام بها الكرام وتمسكنا بالدين ونظام شدينا الوسام بها الكرام وتمسكنا بالدين ونظام بشرا في المواليين بجروب الريس بسمك يا علي بسمك يا علي رب رب طبينا الغري صدق ولانا صدق الله أكبر يا رب بسمك يا علي رف رف لي وانا وطبنا الغري صدق وإعلى النصر ماشي وإعلى النصر ماشي بإعلى النصر بإعلى النصر يمن علمك علم ثاني يمن علمك علم ثاني ومهد الكون ببيانة ومحفظ الأول البيت انحفظ للهادي أمانة وقطب ثابت للإمامة ودعي ودعي رفلاك ودعي رفلاك الديانة يلعينك رب العلاء باب العلم خير الملاء وانطاك سيف الزلزلة تشيد الدين وكيانة تشيد الدين وكيانة باسمك تنفتح بوب الحوائج وجودك للكرم يشرح مناهج باسمك تنفتح بوب الحوائج وجودك للكرم يشرح مناهج ويشيد صواويين بيد روبيل كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد هذا هو الكتاب المركزي لعقائد الشيعة الطوسيين وهو الكتاب الأهم في دراسة العقائد في حوزة النجف وكربل كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نصير الدين الطوسي قطعا هو غير الشيخ الطوسي نصير الدين الطوسي ألف كتابا مختصرا متنا موجزا في العقيدة في العقيدة الشيعية الطوسية وليست بحسب دين العترة الطاهرة بحسب العقيدة الطوسية أسمى هذا المتن هذا الكتاب الوجيس تجريد الاعتقاد وواضح من الاسم هو اعتقاد مجرد من الأدلة من التفاصيل من الشروح نص موجز تجريد الاعتقاد من شرحه شرحه العلامة الحل العلامة الحل كان معاصرا لنصير الدين الطوسي ففعلا هذه العقائد هي عقائد مرجعين من مراجع المذهب الطوسي بالدرجة الأولى العلامة الحل وقد بيّنت لكم من أن أئمة المذهب الطوسي هم أولا الطوسي نفسه محمد ابن الحسن الطوسي والثاني العلامة الحل والثالث مرتضى الأنصاري والرابع أبو القاسم الخوئي هؤلاء هم الأئمة الرؤوس في المذهب الطوسي منذ بداية تأسيسه وإلى يومنا هذا العلامة الحل كتب شرحاً على تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد العلامة الحل توفي سنة 726 للهجرة هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة هذا الكتاب إلى يومنا هذا يدرس في حوزة النجف وكربل يدرس في حوزة قم وسائر الحوزات الشيعية الطوسية الأخرى إلى هذه اللحظة وهذا الكتاب هو الذي يستخرج مراجع الطوسيين عقائدهم منه ويعتمدون عليه وإذا ما سأل سائل عن أهم كتاب في العقيدة الشيعية فإنهم يرشدونه إلى هذا الكتاب صفحة أربعمية واحد المسألة الرابعة في أنه تعالى مريد في صفة الإرادة قال من الذي قال نصير الدين الطوسي في المتن قال وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد هذه الموجودات في وقت يدل على إرادته تعالى أن يكون هذا الموجود في مرحلة معينة من مراحل الوجود أو إذا أردنا أن ننظر إلى الزمان الأرضي مثلا في مقطع زماني معين فهذا يدل على أن الله يريد لهذا الموجود لهذا الكائن لهذا الشيء أن يتحق وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت يدل على إرادته تعالى أقول من الذي يقول العلامة الحلة اتفق المسلمون على أنه تعالى مريد لكنهم اختلفوا في معنى فأبو الحسين أبو الحسين هذا هو إمامكم إمام الشيعة أنتم تأخذون التوحيد من أبو الحسين هذا هذا ما هو أمير المؤمنين أبو الحسين هذا هذا محمد ابن علي ابن الطيب البصري المعتزلي المتوفى سنة 436 للهجرة أصله من البصرة ولادته في البصرة وانتقل إلى بغداد وعاش في بغداد وتوفي في بغداد توفي في السنة نفسها التي توفي فيها الشريف المرتضى الشريف المرتضى توفي في بغداد سنة 436 هجر قمري وهي السنة التي بدأت فيها مرجعية الطوس في بغداد أبو الحسين البصري وهو محمد ابن علي ابن الطيب البصري المعتزلي توفي أيضا في بغداد ودفن فيها سنة 436 للهجرة كتبه 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 في علم الكلام وفي العقائد هي المرجع المرجع لعلماء الشيعة الأوائل العلامة الحل أخذ عقيدته من أبو الحسين البصري هذا هو يقول لست أنا أبو الحسين البصري عقيدته في أن الإرادة من صفات الذات بينما أئمتنا أبو الحسين علي ابن أبي طالب عقيدته في الإرادة هي من صفات الأفعال أما أبو الحسين البصري المعتزلي عقيدته في الإرادة هي من صفات الذات ماذا فعل المراجع الطوسي تركوا عقيدة أبي الحسين علي بن أبي طالب والتزموا بعقيدة أبي الحسين البصري المعتزلي هذا كتابه كتاب العلامة الحل هو الذي يقول ولست أنا كذبوني كذبوني ولو بحرف واحد يا أيها السفلة يا مراجع النجاف هذه عقيدتكم عقيدة تخالف عقيدة أهل البيت وإمامنا الرضا يقول من كان على هذه العقيدة ليس بموحد لهذا السبب أنصحكم دائما لكنكم حمير يا أيها الشيعة لا تسمعون ولا تفقهون ثيران ثيران أنتم حينما أقول لكم لا تقرأ للميت دعاء العديلة لأنه مبني على عقيدة شرقية دعاء العديلة لم يرد عن الأئمة كتبه بعض المراجع الطوسيين وفقا لعقيدة وفقا لعقيدة الشرق هذا هس هو هذا الميت طايع حظ شيعي طايع حظ وكان ديخي وراكبين عليا ذول المحممين مطيعين حظ لاحقين حتى وراء ما يموت اتلقنون العقائد الطوسية اشتردون من عنده دخلوا يولي ادفنوا خلوا يولي بعض الأخوة المؤمنين الذين اقتنعوا بحديثي يقولون لي مثلا حدثت عندهم وفات أمه توفيت أبوه توفي يقول لأهله لا تقرأوا دعاء العديلة وقرأوا الزيارة الجامعة الكبيرة يصرون على قراءة دعاء العديلة حتى يطيحون حظة أكثر هو طايع حظة من البداية من كان حي طايع حظة ومات حتى يطيحون حظة أكثر يخرون له دعاء العديلة دعاء العديلة ليس عن العترة الطاهرة كتبه بعض المراجع الطوسيين صدقوني صدقوني أنتم لا تعرفون الحقائق التلقين بالنسبة للمي الضروري التلقين حاسم الأئمة يقولون وأنتم تلقنون موتاكم عقائد الضلال التوحيد الذي جاء مذكورا في دعاء العديلة توحيد شركي مبني على هذه القاعدة على قاعدة أبي الحسين البصري وليس على قاعدة أبي الحسين علي ابن أبي طالب تفتهمون لو ما تفتهمون شلون تفتهمون ما تقولوا لي شلون تفتهمون هكذا يقول العلامة الحلي اتفق المسلمون على أنه تعالى مريدون لكنهم اختلفوا في معنى فأبو الحسين من دون وصف من دون نسب لأنه معروف عندهم لأنه إمامهم هذا هو إمامكم يا أيها الشيعة في عقائدكم في توحيدكم ما هو بأمير المؤمنين فأبو الحسين لأنه معروف عندهم هو إمامهم فأبو الحسين جعله نفس الداعي على معنى أن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الإيجاد هو المخصص والإرادة أي جحل الإرادة ذاتية ثم ينقل كلامه نصير الدين الطوسي هو يتبنى نفس الرأي قال وليست زائدة على الداعي وإلا لزم التسلسل أو تعدد القدماء فلابد أن تكون من صفات الذات لأننا إذا لم نجعلها من صفات الذات فماذا ستكون ستكون قديما ثانيا وإلا لزم التسلسل أو تعدد القدماء أقول العلامة الحل اختلف الناس هنا فذهبت الأشعرية إلى إثبات أمر زائد على ذاته قديم هو الإرادة والمعتزلة اختلف المعتزلة على فرق فقال أبو الحسين هذا أبو الحسين البصري إنه شيخ المعتزلة ويقولون عنه من أنه هو أحذقهم الشيعة أخذوا من عقائده وأخذوا من أيضا من أصول فقهه كتابه المعتمد من أشهر الكتب في أصول الفقه الشيعة أخذوا منه أيضا والمعتزلة اختلف فقال أبو الحسين إنها نفس الداعي وهو الذي اختاره المصنف اختاره المصنف يعني نصير الدين الطوسي وهو الذي اختاره العلامة الحل أيضا فاختار نصير الدين الطوسي ما ذهب إليه أبو الحسين البصري والعلامة الحل كذلك هذه عقيدة التوحيد عند العلامة الحل وعند نصير الدين الطوسي وعند سائر مراجع الشيعة هذا هو الكتاب المركزي الذي يدرس في حوزة النجف وكربلاء إلى هذه اللحظة ومراجع النجف وكربلاء يأخذون عقائدهم من هذا الكتاب هذا الكتاب في عقيدة التوحيد بحسب ما قرأت عليكم من الكافي عن إمامنا الكاب ومن توحيد الصدوق عن إمامنا الرضا الذي يعتقد بعقيدة هذا الكتاب ليس بموحد وأنتم كلكم تعتقدون بعقيدة هذا الكتاب وتصلون خلف أئمة جماعة وخلف وكلاء لمراجع وتقلدون مراجع كلهم على هذه العقيدة هم مشركون بحسب إمامنا الكاظم بحسب إمامنا الرضا بحسب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذه عقائدكم كذبون 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 وهذه كتب العترة الطاهرة عرفتم الآن حينما أقول هناك المذهب الطوسي وهناك دين العترة الطاهرة الكتاب الثاني الذي يدرس في الحوزة أيضا هذا النافع يوم الحشر والله هذا لا ينفع في يوم الحشر هذا سيكون هو بالا على الذي يحمل عقائده النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر الشيخ الطوسي عنده كتاب في الأدعية والزيارات معروف أتحدث عن شيخ الطائفة عن مؤسسي المذهب الطوسي عن إمام الطوسيين محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة أربعمائة وستين للهجرة عنده كتاب معروف مصباح المتهجد وسلاح المتعبد كتاب في الأدعية والنوافل والصلوات المندوبة والزيارات العلامة الحل لأنه الإمام الثاني للمذهب الطوسي أخذ هذا الكتاب ولخصه فجعله في عشرة أبواب وأضاف إلى الأبواب العشرة بابا عنوانه الباب الحادي عشر لخص العقائد الشيعية الطوسية مثل ما فعل نصير الدين الطوسي في كتابه المختصر تجريد الاعتقاد العلامة الحل لخص العقائد في الباب الحادي عشر الذي ألحقه بالأبواب العشرة التي لخص فيها كتابه مصباح المتهجد وسلاح المتعبد للطوسي الطوسي متوفى سنة 460 للهجرة العلامة الحل متوفى سنة 726 للهجرة بعد ذلك جاء المقداد السيوري من علماء الحلة والمتوفى سنة 826 العلامة الحلة متوفى سنة 726 والمقداد السيوري متوفى سنة 826 يعني فيما بين الوفاتين مئة سنة المقداد السيوري اقتطع الباب الحادي عشر من تلخيص مصباح المتهجد وسلاح المتعبد وشارحه في هذا الكتاب هذا هو الكتاب الثاني الذي يدرس في حوزة النجف وكربلا وفي حوزة قم حينما يدرسون العقائد هناك سلسلة كتب الكتاب الاول عقائد الامامية للمظفر الكتاب الثاني هو شرح الباب الحادي عشر للمقداد السيوري الكتاب الثالث هو هذا كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد هذه سلسلة الكتب العقائدية التي تدرس في حوزة النجف وكربلا من المراحل الاولية الى المراحل النهائية الكتاب الاول في المرحلة الاولى للدراسة العقائدية عقائد الامامية للمظفر الكتاب الثاني شرح الباب الحادي عشر للمقداد السيوري اصل المتن للعلامة الحلي والشرح للمقداد السيوري الكتاب الثالث وهو الكتاب المركزي كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المتن لنصير الدين الطوسي والشرح وهو الاهم والاوسع والاكبر للعلامة الحلي شرح المقداد السيوري للباب الحادي عشر هو خلاصة لكشف المراد خلاصة اقرأ عليكم من هذه الطبعة انها الطبعة الاولى الفين وسبعة ميلادي مؤسسة مسلم بن عقيل النجف الاشرف في الصفحة الحادية والثلاث الفصل الثاني في صفاته الثبوتية في صفات الله وهي ثمانية الاولى انه تعالى قادر مختار ويستمر في كلامه موطن الشاهد هنا في الصفحة الاربعين الرابعة انه تعالى مريد وكاره لان تخصيص الافعال بايجادها في وقت دون اخر لابد له من مخصص وهو الارادة ولانه تعالى امر ونهى وهما يستلزمان الارادة والكراهة بالضرورة هذا كلام العلامة الحلة هو نفسه الذي قاله في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد الان يبدأ الشارح وهو المقداد السيوري اقول اتفق المسلمون على وصفه بالارادة هو هذا الكلام نفسه قاله العلامة الحل في كشف المراد هم بعضهم يأخذ عن البعض الاخر ليس هناك من محققين الجميع مقلدون والجميع ناقل عن الجميع اتفق المسلمون على وصفه بالارادة واختلفوا في معناها فقال ابو الحسين البصري هذا هو امام الشيعة فقال ابو الحسين البصري هي عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعي الى ايجاده علمه ذاتي فالارادة ذاتية وهذا يعني ان الذي يعتقد بهذا سيكون مشركا بحسب الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بحسب ابو الحسين علي ابن ابي طالب لا بحسب ابو الحسين البصري المعتزلي هذه عقيدتكم مأخوذة من ابو الحسين البصري المعتزلي وكان من ائمة المعتزلة المتعصبين جدا لاعتزاله يقال عنه انه شيخهم واخطبهم واخذقهم واذكاهم وابرعهم هكذا يقولون عنه حينما يترجمون له هذه العقيدة مأخوذة من ابو الحسين البصري ويستمر الكلام بنفس هذا الاتجاه هذا الكتاب الثالث عقائد الامامية لمحمد رضا المظافر هذا الكتاب خلاصة لشرح الباب الحادي عشر عندنا كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد خلاصته اين في هذا الكتاب النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر خلاصة شرح الباب الحادي عشر عقائد الامامية لمحمد رضا المظافر انها خلاصة معاصرة في زماننا عصرية باسلوب جديد هذه الطبعة طبعة مكتبة كرار السعدي النجف الاشرف في الصفحة الثالثة بعد العاشرة عقيدتنا في صفاته تعالى عقيدة الامامي انا اقول هذه عقائد الاموية انا اسمي هذا الكتاب ليس بعقائد الامامية هذا هو عقائد الاموية عقائد الامويين وقد تحدثت عن هذا الكتاب وامويته وضلاله وابتعاده عن دين العترة الطاهرة عودوا الى برامجي تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل هكذا يقول عقيدتنا في صفاته تعالى ونعتقد أن صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات الجمال والكمال كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة هي كلها عين ذاته الإرادة عين ذات الله وهذا هو الشرك بعينه ولذا فإن مراجع النجا حينما يسألون عن أفضل كتاب في العقيدة ما هو يقولون عقائد الإمامية للمضفار كلهم يقولون هذا صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات الجزء الثاني هذه أجوبة وفتاوى الخوئي في آخر أيام حياته وأجوبة وفتاوى تلميذه هو مرجع آخر أيضا ميرزا جواد التبريزي هذا الجزء الثاني من طبعة دار الصديقة الشهيدة هذا هو الجزء الثاني من طبعة دار الصديقة الشهيدة إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري قموا المقدسة صفحة صفحة أربعمية وأربعة وخمسين السؤال ألف وخمسمية وأربعة وخمسين السؤال موجه لمن للخوئي ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم وما رأيكم بكتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر الخوئي هكذا أجاب كتاب الشيخ المظفر كتاب النفيس في موضوعه لا بأس بأن يستفاد من هذا كتاب تنفيس هذا ما هو بكتاب النفيس يا أيها الخوئي عقيدة التوحيد فيه شرك بحسب إمامنا الكاظمي بحسب إمامنا الرضا بحسب أمير المؤمنين هذه عقيدة شركية الذي يعتقد بما جاء في كتاب عقائد الإمامية للمظفر يكون مشركا ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم وما رأيكم بكتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر الخوئي هكذا يقول كتاب الشيخ المظفر كتاب نفيس في موضوعه لا بأس بأن يستفاد منه مرجع مشرك يرشد الناس إلى كتاب يقدم عقيدة في الشرك مقلدوه مشركون بحسب ما يقول أئمتنا ما يقوله إمامنا الكاظم في الكاف الشريف وما يقوله إمامنا الرضا في التوحيد للصدوق هذه كتبنا الأصلية القديمة التي تجتمل على أحاديث دين العترة الطاهرة أما هذا الهراء وهذا الخراء فهذا هراء الطوسيين وهذا خراء المعتزلة ما هو بدين علي وآل علي عرفتم الآن لماذا يقولون عني من أنني مهسوني عرفتم لأنني أعرض لكم دين العترة الطاهرة لأنني أريد أن أخلصكم من قذارات الشرك من قذارات المعتزلة من نجاسات الطوسيين من ضلال مراجع النجف وكربلاء لهذا يقولون عني من أنني ماسوني سلوهم ما هو دليلهم على أنني ماسوني ما هو دليلهم اقتطعوا جملة من كلامي كنت ساخرا مستهزئا بما يقولونه عني هذا هو دليلهم استمعوا إلى البرنامج بكامله إلى الحلقة كلها وستعرفون الحقيقة التي سرقوا منها واختطعوا منها كلمة أخرجوها من سياقها حينما أقول عنهم مشركون إنني أقدم الأدلة الصريحة هذا ما هو استنتاجي هذه كتبهم هذه فتاواهم هذا هو منهج حوزتهم هذه هي الكتب التي يأمرون مقلديهم أن يعتنقوها أن يعتنق عقائدها وهذا حديث العترة ماذا تقولون أنتم إلى أي نتيجة وصلتم يا طلاب حوزة النجف وكربل مسؤولية كبيرة في أعناقكم علموا الناس أرشد الناس بينوا للناس الحقيقة إلى متى تبقون ساكتين هذه الحجج تقام عليكم أنتم أولا وبالدرجة الأولى لأنكم تعرفون الحقيقة وحتى إذا كنتم في شك من ذلك أنتم قادرون على أن تعرف الحقيقة الكتب عندكم والمراجع بقربكم وبإمكانكم أن تصل إلى الحقيقة الكاملة نذهب إلى فاصل بين يدي وثيقة لكن صاحب الوثيقة لا يريد أن ينشر اسمه على أي حال سأقرأ السؤال هذا سؤال موجه إلى مكتب السيستاني في قم المقدسة السؤال مختوم بختم المكتب قطعا بعد الجواب وبتأريخ 14 جمادة الأولى 1422 هجري قمري ما هو السؤال ما هو المعيار لكامل وناقص العقيدة كيف نميز بين كامل العقيدة وناقصها ما هو المعيار لكامل وناقص العقيدة ماذا أجاب المكتب السيستاني في قم وهو جواب السيستاني قطعا من يتبنى عقائد الشيعة الإمامية تماما كما جاءت في كتاب عقائد الشيعة الإمامية للمرحوم الشيخ محمد رضا المظفر وغيره يعني وغيره من كتب العقائد وغيره وغيره هذه الكتب الناثة يوم الحاشر في شرح الباب الحادي عشر هذا هو الكتاب الثاني الذي يدرس في الحوزة بعد عقائد الإمامية وبعد الناثة يوم الحشر يأتي كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد هذه سلسلة الكتب التي تدرس في حوزة النجف وكربلاء وسيدها وأهمها هو كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحل أما عقائد الإمامية فهو كتاب للدراسة العقائدية في مراحلها الابتدائية لكن عوام الشيعة يوجههم مراجع النجف وكربلاء إلى التمسك بعقائد هذا الكتاب والتي فيها ونعتقد أن صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات الجمال والكمال كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة هي كلها عين ذاته ليست هي صفات زائدة عليها وليس وجودها إلا وجود الذات فالإرادة ذاتية وجود الإرادة وجود الذات الإلهية وهذا ما ترفضه العترة الطاهرة رفضا قاطعا في توحيدها وتعد الذين يعتقدون بهذا المعتقد مشركين وقرأت عليكم الأحاديث أنا لا أستطيع أن أقرأ كل الأحاديث كما أنني لا أستطيع أن آتي بكل كتب المراجع جئتكم بالمنهج التدريسي إلى هذه اللحظة في حوزة النجف وكربلا في حوزة قم وسائر الحوزات الشيعية إنهم يدرسون عقائدهم في هذه الكتب ربما حدث تجديد وتطوير في حوزة قم بعد انتصار الثورة الإسلامية الخمينية في إيران لكن الكتب الأساسية هي هذه المسائل الإسلامية الرسالة العملية لمحمد الشيرازي المرجع المعروف هذه الطبعة هي الطبعة الخامسة والعشرون كل هذه الطبعات تعلم مقلديه الشرك دار العلوم 1994 ميلادي في الصفحة التاسعة والله سبحانه له صفات كثيرة كالعلم والقدرة والحياة والإرادة إلى سائر الصفات الأخرى إلى أن يقول في الصفحة العاشرة وصفاته التي تقدم ذكرها عين ذاته وصفاته عين ذاته فهو عالم قادر نقاط نقاط تشير إلى بقية الصفات حي مريد مدرك قديم وصفاته عين ذاته وهذا هو الشرك بعينه بحسب إمامنا الكاظم بحسب إمامنا الرضا الكلام نفسه عند محمد باخر الصدر وعند الخوئي وعند السيستاني وعند محمد السعيد الحكيم وعند سائر المراجع الذين ماتوا عند الأحياء الذين سيأتون في الأيام القادمة هؤلاء مشركون بحسب الأئمة وليس بحسب أنا لا علاقة لي بالموضوع أنا أنقل عقائدهم من كتبه وما نقلت من غير كتبه ونقلت أيضا حديث الأئمة من كتب حديثه وما نقلت من غير كتب حديث الأئمة هذه كتبنا الأصلية القديمة وهذه كتب المراجع أنفسه طبقوا ما جاء في حديث أئمتكم على عقائدكم التي تعلمتموها من مراجعكم وهذه كتب عقائده هذه الرسالة العملية لمحمد الشيرازي المسائل الإسلامية وهذه الطبعة الخامسة والعشرون وطبعت بعد ذلك وطبعت 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 وفي كل طبعة تنشر الشركة والضلال بحسب الأئمة لا بحسب الطوسيين اللعناء وهذه رسالة عملية لصادق الشيرازي منتخب المسائل الإسلامية هذه الطبعة الثالثة 2002 ميلادي 1422 هجري مؤسسة المجتبى للتحقيق والناشر في الصفحة السادسة والله سبحانه له صفات كثيرة كالعلم والحياة والإرادة إلى أن يقول في الصفحة السابعة وصفاته عين ذاته فهو عالم قادر نقاط إلى بقية الصفات فالإرادة من صفاته الذاتية وهذا شرك صريح ليس بحسب بحسب أحاديث الأئمة الأطهار بحسب فتوى الإمام الرضا هؤلاء مشركون ويعلمون الذين يقلدونهم الشرك فأنتم يا أيها الشيعة من مقلدي الخوئي من مقلدي محمد باقر الصدر من مقلدي السيستاني من مقلدي محمد الشيرازي من مقلدي صادق الشيرازي مراجعكم مشركون ليس بحسب بحسب العترة الطاهرة أنتم تقلدون مراجع مشركين وتصلون خلف وكلاء مشركين لأولئك المراجع المشركين وتقدمون الأخماس للمراجع المشركين وهم يصدرون الفتاوى بوجوب دفع الخمس خلافا لفتوى إمام زمانكم الذي أباح الخمس لكم هكذا كتب في توقيعه لإسحاق بن يعقوب وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث هؤلاء المشركون من أمثال السيستاني والخوء والبقية يصدرون الفتاوى في أن ذكر علي بن أبي طالب في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة ما أنتم مشركون يا أيها اللعناء مشركون أنتم مشركون وفوق شرككم تنجسون في فتاواكم فتعلمون الشيعة من أن الصلاة التي سر قبولها ذكر علي فيها تعلمونهم من أن صلاتهم ستكون باطلة يا أيها المشركون هذه كتبكم هذه عقائدكم المسائل الإسلامية مع المسائل الحديثة هذه رسالة عملية جديدة لصادق الشيرازي الطبعة ألف أربعمية وتسعة وعشرين هجري قمري هذه الطبعة الحادية والعشرون كل هذه الطبعات لنشر الشرك مثل ما فعل من قبله أخوه محمد الشيراز في الصفحة السادسة الحديث عن أصول الدين يبدأ الكلام في الصفحة السابعة والله سبحانه له صفات كثيرة كالعلم والقدرة والحياة إلى أن يقول في الصفحة نفسها وصفاته عين ذاته لا اثنينية بينها وبينه فهو عالم قادر إلى آخر صفاته الجمالية منذ الأزل ماذا قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه لاحظوا ماذا قال صادق الشيراز مرجع معاصر يقول وصفاته وصفاته عين ذاته لا اثنينية بينها وبينه بين الصفات وبين الله فهو عالم قادر إلى آخر صفاته الجمالية منذ الأزل ماذا يقول إمامنا الرضا فمن زعم أن الله تعالى لم يزل منذ الأزل مريدا شائيا فليس بموحد بالضبط كلامه يناقض كلام الإمام الرضا لفظا ومعنى لفظا ومعنى هذا هو حالكم هذا هو حالكم يا أيها الشيعة فماذا تنتظرون ماذا تنتظرون حتى تغيروا واقعكم قلت لكم مرارا وكرارا أعينوني وساعدوني كي أستطيع مساعدتكم أنا قادر على مساعدتكم ساعدوني أنا لا أريد منكم شيئا لا أريد منكم أن تجعلوني إماما أو قائدا وإنما ساعدوني في نشر هذا الفكر تعلموه أولا وانشروه بين الناس هذا هو الذي أريده منكم لا أريد شيئا آخر تعلموه وانشروه تعلموا دين العترة الطاهرة لن تجدوا نافذة تعلمكم دين العترة الطاهرة إلا هذه النافذة تعلموا منها بقدر ما تستطيعون وانشروا دينكم ساعدوني كي أساعدكم وإلا فإن المشكلة ليست بمشكلتي أنا عرفت الحقيقة وأنا أقوم بأداء وظيفتي المشكلة بقيت عندكم أن تتعلموا وأن تنشروا وجهوا الناس إلى أن يعرف دينهم من خلال قناة القمر وحذروهم من مراجع الضلال حذروهم من المذهب الطوسي بينوا لهم حقيقة المذهب الطوسي قولوا لهم هناك دين العترة وهناك المذهب الطوسي المذهب الطوسي كالمذهب الحنفي كالمذهب المالكي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة هل هناك من علاقة فيما بين المذهب المالكي ودين العترة الأمر هو هو بل هو أسوأ بل هو أسوأ لأنهم يكذبون على العترة الطاهرة الموالك لا يكذبون على العترة الطاهرة يقولون ديننا هذا مذهبنا هذا ولا يكذبون على العترة الطاهرة هؤلاء اللعناء من مراجع النجف و كربلاء هؤلاء الأرجاس يكذبون على العترة الطاهرة هم على المذهب الطوسي اللعين و يدعون أنهم على دين العترة الطاهرة و إذا ما تحدث متحدث صادق مثلي بدين العترة الطاهرة قد يقول قائل من أنك تمدح نفسك أنا لا أمدح نفسي ما دح نفسه كذامها إنما أقرر حقيقة تستطيعون أن تستكشفوها هل أنا صادق فيما أنقله عنهم هل أنا صادق فيما أنقله عن العترة الطاهرة أو لا هذا أمر بإمكانكم أن تستكشفوه الكتب موجودة الوثائق التي عرضتها إن كانت فيديوية أو كانت صوتية أو كانت خطية لا يستطيعون الاعتراض عليها لأنها حقيقية لو كان هناك من مجال أن يعترضوا عليها لاعترضوا عليها ولو لم أكن متأكداً من أنها حقيقية لما عرضتها هناك مسؤولية كبيرة في قوانين الإعلام في البلد الذي أعيش فيه نحن في بلد يسوده القانون مخالفة القوانين تمثل مشكلة كبيرة لعملنا لو كان هناك من الذي أعرضه ليس حقيقياً لرفعوا الشكاوى عليه مؤسساتهم موجودة هنا في لندن أنا في جوارهم أنا لست بعيداً عنهم مؤسسة الخوء موجودة هنا وهي على علاقة متينة جداً بالحكومة البريطانية مؤسسة السيستاني وصهر السيستاني موجود هنا أحفاد السيستاني موجودون هنا ابن محمد باقر الصدر موجود هنا هو السفير سفير العراق في المملكة المتحدة أهل الصدر موجودون هنا لو كنت كاذباً على أحد بإمكانهم أن يرفعوا الشكاوى ضدي نحن في دولة قانون نحن لسنا في غابة حزب الدعوة قيادته مراكزه هنا في لندن كل الشخصيات وكل الجهات التي تحدثت عنها وعرضت عقائدها وقدمت الوثائق الكثيرة بخصوصها موجودة هنا لأنهم يعرفون أن الوثائق حقيقية وأن الكلام حقيقي وأن الكتب حقيقية وأن الذي أقوله دقيق وحقيق بدرجة مئة بالمئة لذا لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً هم في حيرة من أمره حال مراجع النجف الآن هو هذا لا يستطيعون أن يصدروا فتوى ضدي يخافون من ردي على فساواهم فتاواهم وهم يعرفون جيداً من أنني سأصنع منهم مضحكة ومسخرة لا يستطيعون أن يكذبون الكتب موجودة موجودة في المكتبات العامة وفي المكتبات التي تبيع الكتب موجودة على الشبكة العنكبوتية بإمكان الناس أن يصلوا إليها كل الذي ذكرته حقائق هؤلاء ما هم على دين العترة الطاهرة هؤلاء قوم مشركون بحسب دين العترة الطاهرة هذه حقائق حقائق فليكذبوني بحرف واحد قلته على الأقل في هذه الحلقة فليكذبوني بحرف واحد من كل الذي قلته في هذه الحلقة من أولها إلى آخرها لا يستطيعون لا يستطيعون لأنني ما قلت إلا الحاق وما نطقت إلا بصدق نذهب إلى فاصل هذا هو دعاء العديل الذي تقرؤونه عند المحتضرين وعند أمواتكم فتسببون ضلالهم عكرمة خارجي من أعداء أمير المؤمنين كان ناصبيا ومع ذلك لما وصل خبر موته لإمامنا الصادق ماذا قال؟ قال لو كنت عنده ولقنته لكان خيرا له لأن اللحظة الأخيرة مهمة في تشخيص مصير الإنسان هذا موضوع خارج عن بحث هذه الحلقة بإمكانكم أن تعودوا إلى برنامج دليل المسافر من برامجي إنه المسافر إلى عالم ما بعد الموت تحدثت عن هذا الموضوع وجئت بالروايات والأحاديث الشريفة لا أريد أن أفتح نافذة على هذا الموضوع وقت الحلقة ليس كافيا للولوج في كل هذه التفاصيل نصيحة لكم للشيعة اقرأوا عند المحتضرين وعند الأموات اقرأوا دعاء صنمي قريش اقرأوا زيارة عاشوراء اقرأوا زيارة آل ياسين اقرأوا زيارة الزهراء اقرأوا الزيارة الجامعة الكبيرة اقرأوا عنده دعاء الندبة هذه الأدعية التي تنفع الميت الزيارة الجامعة الكبيرة تجتمل على كل عقائدنا هي القول البليغ الكامل اقرأوا هذا عند المحتضرين اذا اردتم ان تلقنوهم عقائدهم لا تقرأوا عندهم دعاء العديل لماذا تتركون النصوص التي جاءت عنهم صلوات الله عليهم وتتمسكون بدعاء كتبه بعض المراجع البتريين الطفسيين هذا هو الفارق بين كينونة دين العترة الطاهرة وكينونة المذهب الطوسي الضال تلاحظون ماذا صنعوا بكم ماذا فعلوا بكم تتركون ادعية امتكم وتقرؤون ادعيتهم التي كتبوها وكتبوها وفقا لعقائد الضلال هذا الدعاء هكذا يقول في الشهادة في التوحيد بأنه بأن الله لا اله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان قادر أزلي عالم أبدي حي أحدي موجود سرمدي سميع بصير مريد كاره مدرك صمدي هذه الصفات الذاتية وجاء من ضمنها مريد هناك صفات أخرى أنا لا أريد أن أناقش كل شيء فسميع وبصير أيضا فيها كلام إذا أردت أن أثير الكلام في كل المطالب أنا أضرب لكم أنثلة هذا شرك ما هو بتوحيد قادر أزلي عالم أبدي حي أحدي هذه الصفات الذاتية بحسب علم الكلام الناصبي عند الطوسيين الأنذال قادر أزلي عالم أبدي حي أحدي موجود سرمدي سميع بصير مريد كاره مدرك صمدي يستحق هذه الصفات وهو على ما هو عليه في عز صفاته كان قويا قبل وجود القدرة والقوة إلى آخر الكلام مع خلل في هذا الكلام هذا الدعاء دعاء شركي وفيه كلام مغلوط ليس موافقا لمنهج العترة الطاهرة فضلا عن أنه خلي من عقيدة البراءة خلي من ذكر الزهراء وإمامتها وشؤونها العالية خلي من ذكر عقيدة الرجعة التي يقول أئمتنا ليس منا ليس منا من لم يعتقد برجعتنا خلي من كثير من المطالب العقائدية المهمة كلها موجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة فلماذا تضللون موتاهم هذا الميت يا جماعة هو من الأساس طايا حظة هو من الأساس هو من الأساس مطي وراكب علي المرجع ومطيع حظة ابن المرجع ومخرب راسه وكيل المرجع من البداية هو طايا حظة عاش ديخي ومات ديخي ده خلوا يولي على هاي الحالة ليش لاحقينا بعد تردون اتذكروا بكل الديخية بكل الضلال خلوا يولي على هاي الحالة بل ك امامي رحمة منتقرون عنده زيارة الجامعة الكبيرة والحسين الامامي رحمة والحسين الامامي رحمة بس منتقرون عنده دعاء العديلة الامام يعرض بوجه عنه هذه عقائد الضلال هذه عقيدة شرقية امتنا يرفضونها لون الضلون طاحين حظ يكش يعيه ومن طاحت حظ الطاحت حظ اكثر التوحيد بحسب الزيارة الجامعة الكبيرة نأخذه منهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم التوحيد يؤخذ من هنا يؤخذ من العترة الطاهرة مثل ما قلت لكم يؤخذ من الأحاديث الذهب الموجودة في الكتب الذهب في الكهف الذهب وأمثاله من الكتب الذهب التي نقلها لنا الرواة الذهب مو المراجع الخراب نقلها لنا الرواة الذهب مو المراجع الخراب نقلها لنا الرواة الذهب عن الأئمة وسادة الوجود الذين هم صناعوا ومبدعوا وخالقوا معادن الذهب هذا هو الذهب في الذهب وهذا هو الذهب من الذهب من هنا أخذوا عقائدكم وليس من خرائم راجعكم الذين هم مشركون وجعلوكم مشركين بحسب فتاوى العترة الطاهرة افتهمتوا لو بعدكم ما افتهمتوا ما تقولولي شنسوي لكم إن الحمارة مع الحمير مطية فإذا خلوت به فبئس الصاحب لماذا؟ لأن الحمارة في الليل يكثر من الضراط فإذا خلوت به فبئس الصاحب نذهب إلى فاصل هذا هو توحيدهم في مناجات العارفين المروية عن سجاد العترة الطاهرة إلهي إلهي قصرة الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك إلهي قصرة الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك ولن تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك وجميل ما تقوله مناجات الذاكرين إلهي إلهي لو لا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك فمن أنا فمن أنا حتى أذكرك يا إلهي أنت الذي شرفتني بذكرك إلهي لو لا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك كما أقولها لكم دائما نحن لا نعرف الله لا نعرف الله يعلمنا أئمتنا شيئا عن الله بحسبنا التوحيد فكرة عن الله نأخذها من المعصوم مثل ما قرأت عليكم قبل قليل من الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم هذا هو الذي نتعلمه منهم إلهي إلهي لو لا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك إلهي 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 فألهمنا ذكرك في الخلاء والملاء والليل والنهار والإعلان والإسرار وفي السراء والضراء وآنسنا بالذكر الخفي واستعملنا بالعمل الزكي والسعي المرضي وجازنا بالميزان الوفي إلهي إلهي بكهامة القلوب الوالهة وعلى معرفتك جمعة العقول المتباينة هذا هو التوحيد الذهب من الأحاديث الذهب هذه الأدعية ضعيفة الأسانيد بحسب قذارات المراجع الطوسيين هذه المناجيات أسانيدها ضعيفة بحسب قذارات الطوسيين من أمتكم أعطئين الحظ وين ماكو شغلة سينة يضعفوها وينكو شغلة طايا حظة يرحون يدورون عليها يلقطونها تلقط هذا مجل شعبي معروف عندنا بالعراق يقولون هذا فلان يدور حبرمان يدور حبرمان بالخر ذولة بالضبط هكذا وين ماكو خرا يرحون يدورون بحبرمان يجيبون القذارة والنجاسة ويتركون الذهب هذا هو الذهب هذه عقيدة التوحيد لا يأخذونها من أدعية العترة يرحون إلى أبي الحسين البصري يجيبون منها عقائد من طيح الله حظكم وحظ أبو الحسين البصري هكذا نقرأ في دعاء آخر لإمامنا السجاد أيضا أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من الكتاب المتوفر في بيوتكم جميعا من الكتاب الموجود في جيوبكم في أجهزة الموباير عبر الشبكة العنكبوتية أو عبر التطبيقات المختلفة إلهي إنه دعاء أبي حمزة الثمالي إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك لالذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك ولالذي أساء واشترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي حتى ينقطع النفس هكذا جاء في الدعاء يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدري ما أنت بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدري ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني وماذا نقرأ في دعاء الحسين في يوم عرفة هذا الدعاء لنا هذه الأدعية لنا وليست لهم أدعيتهم نحن لا نعرفها مناجياتهم لا تصل إلينا هذا لنا نحن الذين نقرأ هذه الأدعية وهذه المناجيات إلهي إلهي ترددي في الآثار في آثار هذا الوجود يوجب بعد المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك كيف نستدل على الله بخلقه هذا استدلال سطحي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك التوحيد نأخذه من وجه الله لا نأخذه من أبو الحسين البصري من المعتزلة كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار أنت أمرتنا أن نتدبر في آياتك إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مصون السر عن النظر إليها لا أعبأ بالآثار أريد وجهك أريد وجهك الباقي أين وجه الله الذي إليه 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 يتوجه الأولياء هذا هو التوحيد بعينه هكذا نقرأ في دعاء الاستئذان في زيارة السرداب المقدس حينما نزور سرداب الغيبة الشريفة وهذا الاستئذان يقرأ في زيارة المعصومين جميعا لكنه بشكل خاص يقرأ في زيارة السرداب الشريف اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة العقوة هي الساحة الفناء المكان اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد محمد وآل محمد هؤلاء هم أدلة التوحيد أدلة التوحيد في الحوزة الخرائية المعتزلة والأشاعرة أدلة التوحيد في دين العترة الطاهرة هؤلاء محمد وآل محمد اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد أين باب الله الذي منه يؤتى بخية الله إمام زماني أين باب الله الذي منه يؤتى هكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء بلاغة فصاحة جمال أدبي يسترسل استرسالة يعانق القلوب والأفئدة العاشقة عناق المحبين لا نحتاج إلى بحث في الأسانيد ألا لعنة الله على بحث الأسانيد هذا كلامهم كلامهم مثل ما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور كلامكم نور النور لا يحتاج إلى نور لإنارته هو ينور الأشياء هل سمعتم أن ضوءا يضيع ضوءا لأن الضوء الذاني يحتاج إلى إضاءته أيه كلام هذا كلامكم نور النور يكشف عن نفسه ويكشف عن غيره اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد وأشباح العرش المجيد الذين اصطفيتهم ملوكا لحفظ النظام واخترتهم رؤساء لجميع الأنام وبعثتهم لقيام القصط في ابتداء الوجود إلى يوم القيامة إلى أن يقول الدعاء الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان ولا إله إلا الله الذي شرفنا بأوصياء يحفظون الشرائع في كل الأزماء الله يريد دينه هكذا لا شأن لنا بنواصب سقيفة بني ساعد هم يريدون دينهم بتلك الطريقة فليذهبوا بدينهم إلى الجعيم ما علاقتنا بهم ما علاقتنا بالطوسيين يريدون أن يعيشوا دينهم على المذهب الطوسي فليذهبوا إلى الجعيم بمذهبهم الطوسي اللعين ديننا هذا ديننا هذا الله يريد دينه بهذه الطريقة الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان ولا إله إلا الله الذي شرفنا بأوصياء يحفظون الشرائع في كل زمان والله أكبر الذي أظهرهم لنا بمعجزات يعجز عنها الثقلان الثقلان الجن والإنس الكائنة تطران إلى أن يقول الدعاء وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامه ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم صلواتهم 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 تترى على محمد وأهل محمد وتف في وجه الطوسي والطوسيين من أتباعه نلتقي غدا ونحن نصلي على محمد وأهل محمد ونقول تف في وجه الطوسي والطوسيين من أتباعه الأنذال سأل لكم الدعاء جميعا في أمان الله حكْ أمان الله أمان الله